أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين أستاذ جمال أستاذ محمود هو عنده 27 سنة بالمناسبة ولكن هو حكم دولي من سنتين أطولت دولي يعني أولاً ما أنا بأسأل ده كان كلامي لا وحتى التاريخ بتاعه السيدي بتاعه ماتشين دا ماتشين ماتش مع منتخب الناشئين لعب منتخب مصر يعني إيه وجنوب أفريقي على فكرة بتاعت 17 سنة هو جنوب أفريقي منوب أفريقي أه ورئيس لجنة الحكام في أفريقيا في اتحاد أفريقيا مين نائب رئيس اللجنة مين فيكتور جميز فيكتور جميز فيكتور جميز وبعدين غير كده بصي برافع عليه برضو يا أستاذ جمال نعم يعني برافع على فيكتور جميز إيه إنه قدر حد من بلده أين وقفع يعني برضو لا يعني قال اتحاد الكرة يا أستاذ محمود أه قال اتحاد الكرة المصري مش مقدر مدى خطورة هذا الأمر خلي بقى كنت هتلعب من غير فار بكر يوم الخميس ما دي كارثة تانية يوم الخميس انت هتلعب من غير فار وحكم التاريخه كله أنا بقولش حاجة رالط على فكر تاريخه كله مدشين مدش تحت 17 سنة في بطولة كاسل وهم الأفريقية تحت 17 سنة والمدش التاني في البطولة الكونفيدرولية تم اختياره تم اختياره على أساس إيه مش عارف أنا مش فهم برضو كان مدش هناك بتاع فيدشر ولا اللي هنا اللي خلص أربعة هنا كان مدش هناك لا لا دا اللي كان هناك سنجيدة دا واحد صفر صفر هناك هو اللي حكمه اه